إيه البرنامج ده فاندم والهدف منه أطلق إمتى وكبرنامج قومي يعني بيستهدف إيه؟ هو طبعا زي ما حضرتك فضلت أن الحكومة والدولة والقيادة السياسية اهتمت بالمنظومة الصحية ككل من خلال طبعا تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل اللي شغالها دلوقتي وطبعا كان جزء يعني مهم جدا أن احنا نهتم بفئة زي كبار السن اللي هو ما زي ما حضرتك فضلت وقلت مش عايز أقول محرومة من الخدمة بس يعني كانت بعيدة شوية عن تقديم الخدمة فتم استحداث برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن اللي هو بيستهدف أهلينا من كبار السن من سن 65 فما فوق من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الصحية والنفسية المتكاملة اللي هي بتتقدم لهم من خلال الوحدات بتاعتها اللي منتشر في جماعة الحالة الجمهورية ممتاز إيه آليات تطبيق هذا البرنامج فاندم أو إيه نوع الخدمة اللي هزتقدم؟ وهل فيه شرط للكبار السن ولا هو ببطاقته الشخصية بيتواجه؟ لا لا ما فيه اي حاجة هو طبعا إحنا بنتعامل مع أهلينا من كبار السن كجزء من رد الجميل على مشوارهم على طول سنهم الفترة الطويلة اللي أقدمها سواء في خدمة أبناهم أو في خدمة الدولة فكان جزء بسيط نحنا بنحاول يعني نضرهم جزء من الجميل من خلال وحداتنا اللي منتشر في أنحاء الجمهورية إحنا بنقدم لهم برنامج رعاية صحية صحية ونفسية متكملة بنراعي في المتابعة والفحص الشامل لاكتشاف أي حاجة أو أي حالة صحية متواجدة عند هذا الشخص ممكن يكون مشواخد بالو منها فمن خلال مجموعة الفحصات والكشف اللي احنا بنقوم بيها على هذا الشخص المسن بنقدر نحدد إذا كان في عنده حاجة بتتطلب المتابعة أو لو لقدر الله اكتشفنا حاجة جديدة بنقدر نتعامل معاها سواء على المستوى الأول اللي هو عندنا في حالة رعاية أولية أو الإحالة للمستوى الأعلى اللي هو في المستشفى بتاعتنا عظيم برضو هل في نوع من التوعية أو التثقيف علشان تقدر توصله لكبار السن وليه المرحلة الأولى فكرة 66 ألف والأرقى ما عندي غلط يعني دكتور لا هو طبعا تم تدشين البرنامج ده وقت في 1 أكتوبر الماضي احنا لغاية النهاردة عاملين فوق المية سبعة وسبعين ألف حالة وده مية سبعة وسبعين حالة مية سبعة وسبعين حالة في مطلوب إيه دكتور طالب المجموعة الخنائبات بتتقدم لتلت أجزاء في جزء بيشمل فحص شامل للشخص المسن وجزء بيبقى عبارة عن تحليل أو فحصات معملية وجزء بيبقى عبارة عن توعية أو ثقافة صحية بخصوص الحالة النفسية للشخص وخصوصا في السن ده بيقى محتاج دعم شوية من خلال شوية أسئلة وشوية حاجات بتتعامل معاه بنحاول نقيم فيها الحالة النفسية وبناء عليه بنشوف حياته طالب تدخل ولا لا عزيم عدد المراكز بيكفي وهل هو مجهز بالإمكانات الأولية لفكرة الفحوص السريعة والتحليل أولا عايت بس أقول الأول إيه هي الخدمات اللي بتتقدم أولا الجزء أولا اللي بيسمى الفحص الشامل للمسن بيبقى من خلال إياس الوزن والطول وحاجة اسمها معدل كتلة الجسم وإياس ضغط الدم وفحص كامل للأسنان وبنعمل له فحص موجات فوق صوتية على اللي هو الصنار على منطقة البطن والحوض وبتعمل له كمان رسم قلب ده جزء الخاص بالإيه بالفحص الشامل عزيم بعد كده بيتحول للمعمل بيتعمل له مجموعة فحوص معملية زي تحليل السكر عشان نشوف مستوى السكر عنده إيه وبيتعمل له حاجة اسمها تحليله مجلوبين عشان نشوف مستوى الأديمية بنشوف له كمان وظيف الكلا عشان نشوف درجة لو فيه أي درجة من الاعتلال الكلوي بنشوف حاجة اسمها الكوليسترول والدهون السلسية عشان نشوف برضو الحالة العامة للقلب أخبارها إيه وبنعمل له حاجة اسمها فحص الدم الخافي في البراز ده فحص جديد بتعمل عشان طبعا حدثتك عارف أن في السن الكبير ده احتمال برضو أن ظهور الأوران بيبقى أعلى شوية في السن ده فبي فيه فحص معين كده ممكن يكون المريض نفسه ما بيشوفش الدم ده بس من خلال فحص معين بنعرفه لو هو خافي عشان كي بيسميه فحص الدم الخافي في البراز وده من خلاله بنقدر نكتشف الحالة والدلالة الأورام أو عن الحاجات المتعلقة هو حاجة حاجة يعني أسرع أو بتديني نتيجة أو طريق بالضبط كده إن في حاجة أبتدي أشوف بقى بعد كده أعمل فحصات متقدمة بقى ثواء صونار أو أشعار مقطعية أو أتفر بحيث أنه هو أكمل بعد كده إنه لو لقدر لا في حاجة أقدر أشوفها بدري وده الغرض أصلا من البرنامج كله اللي هو المتابعة والاكتشاف المبكر للأمراض المسن مش بالضرورة يكون عنده تأمين صحي أو كان بيشتغل في جهة حتى لو عنده تأمين صحي هل يعني التأمين بيساين بحاجة ولا ده مش هو ما روش علاقة لا هو بدايته بتبقى عندنا في وحداتنا ومراكزنا ده خط الدفاع الأول بيجي عندنا الأول بالبطاقة الرقم القوم بتاعه بيتعمله حاجة اسمها كارتة متابعة وبيتسجل فيه نتيجة الفحص بتاعه وبناء عليه بيتقيم الحالة العامة ليه وبنشوف هل هو محتاج يعني علاج معين لو موجود عندنا أعلى المستوى البروتوكول بتاعنا في وحدات الرعاية الأولية بياخده من عندنا من الوحدات لو محتاج تدخل في المستوى أعلى بيتحول المستشفى وده من خلال إنه إحنا حطي له سيستم إنه بيجيلي بصفة دورية مرتين في السنة كل ستة شهور إلا إذا تطلب الأمر متابعة زيادة زي مرضى السكر والضغط دول أصل لهم بروتوكول متابعة عندنا شهريا بيجي عند الوحدة أو المركز بيتعمل له متابعة وإياس للسكر وفحص عام وبتشاف الحالة الصحية بتاعته أخبارها الوحدة أو المركز دول الحاجات التقليدية المتعرف عليها بتاع وزارة الصحة ليه الوحدات الصحية المنتشرة في القرى وفي النجوة وفي الأحياء وكده دكتور؟ إحنا مغطين محافظات مصر كلها فيما عادة طبعا المحافظات اللي هي بتاعت التأمين الصحي الستة اللي هما دخلهم اللي هو اللي هو السويس والاسمعالية وبورسعيد ولؤسر وأسوان وجنوب سين لأن دول دخلوا في المنظومة فيبيبقى فيها برنامج صحي شامل بيغطي المواطنين في المناطق دي إحنا كنوع أن إحنا بنحاول نقدم الخدمة بالطريقة اللي تبقى قريبة من منظومة التأمين الصحي إن إحنا بنحاول نجر وراهم يعني عزيز فإحنا بنحاول نقدم خدمة بنفس المستوى تقريبا بحيث إن إحنا برضي الناس كلها بيتقدم لها خدمة كويسة في جميع المحافظات معنى كده أن أنتوا بدأتوا المرحلة الأولى في كل المحافظات ولا خدتوا عدد محافظات؟ لا في المحافظات كلها الواحد وعشر محافظة تانية في كل المراكز والإدارات الصحية إحنا عندنا 204 إدارة صحية كل إدارة صحية ممثلة على الأقل بوحدة أو بمركز علشان برضو إيه نقلل المجهود أو يعني تعب الانتقال على أهلنا بحيث يروح هو يكشفين كل يوم الوحدات دي شغالة يوميا يوميا من الساعة 9 للساعة 2 فيما عدا طبعا يوم الجمعة أو العطاة الرسمية أي حد في 65 سنة قدر أتوجه لإجراء هذه الفحوصات في إطار هذا الخدمة 60 سنة في مفوق الوحدات فيها معامل ولا الجزء الأول بيكون في الوحدات والمراكز بعد كده بياخدوا العينات تعملوها في معامل لا من زي ما قلت لحضرتك إحنا الفحص بتاعنا 3 أجزاء الفحص العام وفحص المعامل الحاجات قلت لحضرتك على دي بتتم فعلا في الوحدات بتاعنا وبناء على نتيجة الدكتور بقى والطبيب الوحدة بيشوف المريض بيشوف تحاليله بيقدر يقيم الحالة دي هل هي مثلا هو كويس ما فيش في حاجة محتاج متابعة ممكن ما سيكون محتاج متابعة كمان شهر أو محتاج يتعمل له تحويل لمستوى أعلى لأن في حاجة مثلا مشكلة معينة ظهرت في التحليق أو في فحصات بتاعته فبيحولها لمستوى الأعلى بيتكشف عليه في المستشفى وبيعان طريق جواب إحالة وبيرجع له تاني الرد لو هو مطلوب متابعة في الوحدة بتاعته بدل برح المستشفى بيتابع عنده في الوحدة مع الطبيب بتاعه الهدف من هذا المشروع هو تقديم خدمة صحية ورعاية جيدة لأهلنا من كبار السن بالمجانة دكتور روتر بالمجانة تاني بينه بالمجانة طيب هل في خدمات أخرى بتقدم بالإضافة للرعاية الصحية يعني في توعية ثقافة فيه بقى الجزء الثالث زي ما قلت حضرتك اللي هو فيه التقييم النفسي والتغزاوي التقييم النفسي التقييم النفسي طبعا وخصوصا حتة الجزء النفسي بالنسبة لكبير السن ده بتبقى حتة مهمة شوية ده من خلال مجموعة من مش عايزة أقول إيه بروتوكول لا هو زي شيط كده أو مجموعة من الأسئلة البسيطة اللي بيقدر يتعمل بيها زي مسحة زي مسح كده بنشوف الحالة النفسية بتاعته أخبارها إيه لو فيه عنده مثلا جزء من فقد الزاقيرة أو ضعف الزاقيرة بيتم تقييمه بطول صغير أو كده بحيث هو لو احتاج تدخل بنحوله على الأخصائي الأمراض النفسية عشان يقوم بالدور بتاعه بعد كده لو هو بياخد سكور معين لو لقى السكور بتاعه فيه حدود الطبيعي خلاص هو بيبقى مجرد جلسات ثقافة صحية بيتم من خلال حجم الاتنين يا إما في نواد الأسرة بتاعتنا اللي موجودة في وحداتنا نحن عندنا في الوحدات بتاعتنا حاجة اسمها نادي الأسرة بيتعمل فيها ندوات تسقفية وفي مجموعة رسائل نحن عاملينها مع السادة الأطباء وفريق التمريض وفريق الزائرات الريفيات اللي موجودين عندنا في الوحدات بيبقى بندلهم محتوى كده مبسط بيقوموا بعمل جلسات تسقفية للناس دول يوميا في الوحدات بتاعتنا وبيدلهم المعلومات اللازمة ليهم ويجاوبوا على أي أسئلة والاستفسارات بيقوم بها الشخص المسلم ترجمة نانسي قنقر